موسيقى سلام الله عليكم نال التعديل الوزاري الواسع في حكومة يوسف الشاهد في تونس ثقة البرلمان كما كان متوقعا ونعت الشاهد حكومته بحكومة حرب على الفساد والإرهاب إلا أن الجدل حول التعديل لم ينقطع خلال الأيام التي سبقت نيل الثقة وكانت أبرز الانتقادات تشير إلى تعيين وزراء من عهد الرئيس المخلوع زين العبدين بن علي حركة النهضة الشريكة في الحكم دعمت التعديل الوزاري رغم توصيف البعض له بأنه يصب في مصلحة تعزيز نفوذ رئيس الجمهورية في المقابل تصر الحركة على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها وتقاوم بشراسة دعوات التأجيل فماذا تأمل الحركة من هذا الاستحقاق وما هو موقف الحركة من دعوات مراجعة النظام السياسي في البلاد وإعادة تقييم المنظومة الدستورية أيضا كيف تتابع الحركة والتغييرات وتطورات في الأقليم مشاهدين هذه المحاور نناقشها مع رئيس شورى حركة النهضة التونسية الأستاذ عبد الكريم الهاروني حياك الله أستاذ عبد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وعيد مبارك ورب يحفظ أمة العربي والمسلمين حياك الله طيب اسمح لنبدأ بالتطور الأبرز اليوم في تونس وهو التعديل الوزاري أو كما يسميه التونسيون التحوير الوزاري الواسع هل كان فعلا ما يستدعي في تونس إجراء هذا التغيير في الحكومة؟ بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله موقف النهضة كان واضحا منذ البداية نحن نحتاج إلى سد شغرات فقط في وزارة المالية والاستثمار الدولي والتربية ولا نحتاج إلى تحوير واسع ولكن اختيار رئيس الحكومة بعد التشاور مع مكونات هذه الحكومة أحزاب ومنظمات توجه إلى توسيع هذا الحوار وطبعا التحوير أثار مشاورات ونقدا في بعض الاختيارات ونحن نقدر أن الثيقة التي حصلت عليه هذه التشكيلة المعدلة لحكومة الوحدة الوطنية هي ثيقة واسعة في البرلمان والآن يمكننا أن نتفرغ للعمل ولأولويات وثيقة قرطاج الانتصار على الإرهاب، الحرب على الفساد، رفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي لتنمية الجهات وتشغيل شبابنا هذه أولوياتنا فنحن في النهضة أردنا تسدن للشغور فقط وبعد التحوير الآن يجب أن نتفرغ جميعا لرفع هذه التحديات وتحقيق آمال شعبنا وشبابنا فنحن بهذا التحوير أكدنا أننا ما زلنا في حكومة الوحدة الوطنية وكذلك أننا ما زلنا على طريق التوافق السياسي بين أحزاب مختلفة إيديولوجيا وسياسيا وبدعم من منظمات وطنية فهذا دليل آخر على أن مصار التوافق يتقدم في تونس وأن التونسيين سيتفرغون الآن إلى أعداد ميزانية 2018 التي ستكون ميزانية صعبة ولكن تحتاج إلى حوار اقتصادي واجتماعي للتوافق كما نجحنا في الانتقال السياسي نريد أن ننجح في الانتقال الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق هذه التطورة وأن نكون في مستوى أمال شبابنا اليوم هناك تساؤل يطرح حول موقف حركة النهضة من هذا التعديل التحوير الوزاري والتساؤل يتعلق بالسبب هذا الصمت أو الهدوء والرضا المعلن أيضا من قبل حركة النهضة لتركيبة الحكومة الجديدة التي سجلت كما يقال في تونس عودة قوية لأربعة وزراء من زمن الرئيس السابق أو المخلوع زين العابدين من علي النهضة دائما تتعامل بهدوء مع أوضاع البلاد وتقدم مصلحة البلاد على مصلحة الحزبية وحريص على توسيع التوافق لنجاح الانتقال الديمقراطي النظام القديم سقط بالثورة وهناك نظام جديد في تونس بدستور جديد بمؤسسات منتخبة ونحن نستكمل المسار الديمقراطي فمن أراد أن يلتحق بالثورة وبالديمقراطية وببرنامجنا الاقتصادي والاجتماعي فمرحبا به لخدمة تونس ونحن نستفيد من كل كفاءة تونس من أراد أن يتمسك بالنظام البائد أو أراد أن يواصل العمل على عودة الاستبداد والفساد فلن يكون له مستقبل لا في الحكومة ولا في المعارضة لأن الشعب التونسي قطع مع النظام القديم ونحن في طور بناء نظام جديد قائم على الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والتزام بالهوية العربية الإسلامية لتونس والاستقلال القرار الوطني هذا كله أستاذ أبو الكريم لا يجيب على تساؤل أو ملاحظة لمراقبين لما يجري في تونس في نوع يشبه المسايرة من قبل حركة النهضة للرئيس القيد السبسي أو حتى لنداء تونس الشريك حاليا في الحكم المسايرة وكأن حركة النهضة اليوم إذا جاز لي التعبير أن أقول ذلك تنحني للعاصفة الرئيس التونسي في خطاب له تقد حركة النهضة وقال أخطأنا التقييم بأننا تحالفنا مع النهضة لأننا لن نستطيع أن نجعلهم حزبا مدنيا في أقسى من هيك تصريح ثاني يوم كان الشيخ راشد الغنوشي يقول أن هذا التصريح لن يؤثر على الشراكة ولن يؤثر على التحالف ولن يؤثر وكأن حركة النهضة لأي متابع من خارج تونس كأنها تنحني للعاصفة أو تساير نريد أن نعرف الليلة ما هي الأسباب التي تجعل حركة النهضة تنتهج مثل هذه السياسة لا ترد الانتقاد بالانتقاد توافق على تحوير وزاري يجعل من الرئيس كما يقال في تونس اليوم يمسك في صحيفة فرنسية أستاذ عبد الكريم هارون تقول الرئيس السبسي البالغ من العمر 90 عاما يعين رجاله يعين رجاله ويمسك بخيوط اللعبة السياسية حتى الصحافة الفرنسية تقول هذا الكلام نحن في تونس اخترنا منهج ثورة سلمية بدون انتقام وانتقال ديمقراطي بدون اقصاء وحكومة وحدة وطنية تلتقي فيها قوى مختلفة بين النهضة والنداء ليس هناك تحالف فهما حزبين مختلفين ولكن انتخابات 2014 أعطت نتيجة ديمقراطية بحزبين كبيرين مع احترام التعددية فكان امامنا اما ان يقع التصادم بين النهضة والنداء ونلتحق بما نراه من حريق في العالم العربي او ان يقع التوافق بين هذين الشركين ونبني توافقا سياسيا لانجاح الانتقال ديمقراطي وشراكة في الحكم لرفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي والانتصار على الارهاب وعلى الفساد فنحن اخترنا في تونس طريق التوافق وهذا الطريق مستمر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحركة بين مكونات الحكومة بين الكتل في البرلمان ونجاح التحوير الوزاري بنسبة عالية من الثقة في البرلمان دليل ان مسار التوافق مستمر هذا لا يمنع الاختلاف فتقييم النداء للنهضة او تقييم النهضة للنداء او تقديم الاحزاب لبعضها او تقييمات رئيس الجمهورية للساحة السياسية هذه كل اراءة محترمة نتحاور معها ولكن لا تلغي التوافق لان التوافق مصلحة وطنية ورئيس الحكومة ورئيس الدولة عندما يقع تحوير الدستور يقول رئيس الحكومة يجري تحوير بالتشاور مع رئيس الدولة فنحن نحترم اختيارات رئيس الحكومة ونقدر عن اقتراحات او وجهة نظر رئيس الجمهورية ولكن المهم هو ان يقع التوافق حول هذه الاختيارات والبرلمان الذي هو المؤسسة الرئيسية في نظامنا السياسي الحالي ذهبت في تزكية هذا التحوير بنسبة عالية من الأصوات وبمعارضة محدودة فهذا يدل أن مسار التوافق في تونس يستمر ولكن لا يمنع ذلك الاختلاف والحوار في قضايا تهم تقييم الوضع السياسي أو الاختيارات التي تهم القانون والمجتمع ولكن مستقبل تونس في التوافق وليس في الانقسام أو العودة إلى الصراعات الإيديولوجية وتقسيم التونسيين على أساس إيديولوجي أو حزبي فسر نجاح التجربة التونسية هو التوافق أستاذ عبد الكريم هذا كلام مسؤول فعلا ويبني أوطان وإذا كل حزب سياسي فكر بهذه الطريقة لكن هذا ليس من الجانبين ليس كذلك هذا الخطاب يجب أن يكون من الطرفين أو من أكتراف متعددة نعم في مقابل أنتم أمام نداء تونس لا يجد حرجا الرئيس أو حتى أعضاء في النداء بكيل الانتقادات اللاذعة على حركة النهضة النداء وصل إلى السلطة بالتصويت المفيد أي العمل على إخراج النهضة من الحكم ولكن الشعب التونسي يرفض هذه النتيجة ويرفض حكم الحزب الواحد وأراد أن تكون هناك شراكة بين حزبين كبيرين وبالتوافق مع بقية الأحزاب هذا المنهج الذي اخترته تونس بالشرعية الانتخابية وبالشرعية التوافقية وكما نحن كحركة مسؤولة تقدم مصلحة تونس على مصلحة الحزبية وفي وقت من وقات تركنا حكومة من أجل أن نصل إلى دستور توافقي وانتخابات حرة ونزيهة وإنقاذ تونس من مخاطر كانت تحدق بها داخليا وخارجيا نحن نواصل في هذه السياسة النداء في المقابل هناك تجاوب ويظهر ذلك في العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الحركة وكذلك يظهر في الحكومة الأتلافية فنحن نقدر أن نداء تونس ما زال هو الحزب الأول حسب آخر نتائج انتخابات في انتظار انتخابات قادمة وكذلك النهضة وجودها في الحكم وجود محترم ومؤثر وفي الملف الاقتصادي الذي هو أولوية للبلاد وكذلك في كتلنا البرلمانية هناك تعاون بين كتلة النهضة وكتلة النداء وهناك تنسيق في المواقف بما في ذلك ما يجري هذه الأيام في البرلمان في دورة استثنائية حول الانتخابات وحول مستقبل الوضع السياسي فهناك تجاوب معنتها من الطرفين وفي كل الحالات النهضة تتحمل مسؤوليتها في إنجاح التوافق من أجل تونس ومن أجل استقرار الحكم في تونس حتى نرفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي ونكون في مستوى أمال شعبنا وشبابنا في توفير العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والشغل لأبنائنا فثورة وديمقراطية لا تحققوا نجاحا اقتصاديا واجتماعيا فهذا يهدد مستقبلها وكثير من الثورات في العالم لم تنجح لأنها لم تحصن إدارة المرحلة الانتقالية النعضة هناك من يقول اليوم دكور وتسعى على إنجاح المرحلة الانتقالية بالتوافق هناك من يفسر غير ما ذكرته دكتور هناك تفسير من قبل البعض نخب تونسية وحتى مراقبين عرب خارجيين يربط يقول أن النهضة تراقب ما يجري في الإقليم النهضة تجد أنه ليس من المناسب الآن أن يكون لها تحركها الخاص أو المستقبلي هي الآن في حالة كومون تساير إلى حين تحسن الظروف التي تمكنها كحركة من أن تستعيد قدرتها على أن تكون في السلطة وحدها ربما أو تكون الحجم الأكبر في السلطة بمعنى أن هذا التوافق هو توافق تكتيكي من قبل حركة النهضة لأن الظروف الإقليمية لا تساعدها حاليا على أن تكون أو تتصرف بحريتها ما رأيك به التفسير؟ أولا مشروع النهضة السياسي ليس استبدال حكم الحزب الواحد بحكم الحزب الواحد النهضة ليس تجمعا جديدا النهضة تريد نظام ديمقراطي قريب من النظام البرلماني لتشريكه للأحزاب وللابتعاد على استبداد الرئيس واستبداد الحزب الواحد فهذا منهج النهضة ونؤكد أن نجاح التجربة التونسية والاستثناء التونسي وقيام أول ديمقراطية عربية في تونس لأن تونس اختارت التوافق ولأن النهضة كانت طرف أساسي في نجاح هذا التوافق وهذا سر نجاح التجربة التونسية مقارنة بتجارب أخرى في الربيع العربي فنحن نتابع تطورات الوضع في الإقليم لا شك ونحن منشغلون للردة التي حصلت بعد تحرك الشعوب العربية لطلب الحرية والكرامة والعدلة وسقوط دول في الإرهاب إرهاب الدولة والإرهاب ضد الدولة في الإنقلابات في الحروب الطائفية في الحروب الأهلية هذا وضع لم يصله العالم العربي من قبل وهذا نتيجة غياب التوافق غياب الحوار غياب القبول بالآخر كل فكر إقصائي كل فكر استئصالي كل فكر يسعى للاستبداد يؤدي بالعالم العربي إلى الضعف وإلى الانقسام لفاية تلكية نصريون فيما يتعلق بتونس بعد التورة أستاذ عبد الكريم منهج النهضة وبغير النهضة لأن اختارت التوافق وليس تكتيكا وإنما اختيارا لإنجاح الانتقال الديمقراطي المراحل الانتقالية ليست مراحل سلطة ومعارضة ليست مراحل صراع إيديولوجي ليست مراحل افتكاك للحكم أو سيطر الحكم نحن نجحنا في تونس وسننجح لأن التونسيين قابلوا ببعضهم واحترموا بعضهم وأداروا الخلاف في إطار الديمقراطية والمؤسسات مع احترام إرادة الشعب التونسي لا شك سيد عبد الكريم نحن نتحدث عن نموذج نجح رغم كل الصعوبات التي نرها الاقتصادية والمعيشية وغيرها نموذج يعني أنقذ البلاد من مصائر بلدان أخرى هذا نموذج فريد كان تونس رغم كل ما نناقشه الآن في هذه الحلقة ويناقش في المستويات السياسية والإعلامية طيب فيما يتعلق بما بعد الثورة التونسية سيد عبد الكريم الهاروني يوم تم إعلان التعديل كان في هناك حديثين أو حديث للرئيس التونسي الباجيغات السبسي القادر السبسي في صحيفتين محليتين تونسيتين دعا من خلال هذه اللقاءات كان له أكثر من تصريح ولكن لافت أنه دعا إلى مراجعة النظام السياسي ما بعد الثورة أنتم موافقين على هذا الكلام طبعا رئيس الجمهورية مؤسسة رئيسية في البلاد وآراؤه وأفكاره تثير حوار داخل البلاد نحن نعتبر أن رئيس الجمهورية قدم أفكارا وقدم مشاريع في أكثر من قضية قضية المصالحة قضية الميراث قضية التصور والتقييم للوضع النظام السياسي هذه كلها آراء ونحن نتفاعل معها بإيجابية في اتجاه الحوار بمنهج الحوار بمنهج البحث على ما يجمع تونسيين لما يفرقهم وبعدم العودة إلى التقسيم الإيديولوجي بين علمانيين وإسلاميين بين حداثيين وبين ماضويين هذه التقسيمات تعيق تقدم الديمقراطية وتقدم الاقتصادي والاجتماعي لتونس نحن اتفقنا على دستور وحسمنا قضايا الحرية والهوية في الدستور واخترنا النظام السياسي هذا النظام يحتاج إلى وقت ليثبت صلحيته هناك مؤسسات دستورية ما زالت لم تكتمل المحكمة الدستورية ما زالت لم تقم فنعطي الوقت لهذا النظام حتى يثبت نقاط قوته ونقاط ضعفه والنظام السياسي يبقى دائما قابلا للتقييم وقابلا للحوار فنحن نتناقش في الدستور نتناقش في القوانين نتناقش في تنظيم المجتمع في جو من الحرية من الاحترام يعني أنتم معهدين مواقف السلام يعني أنتم موافقين على مراجعة النظام السياسي كحركة نهضة موافقين أيضا على تقييم المنظومة الدستورية كما دعا الرئيس نحن نعتبر نحن نعتبر من السابق لأوانو مراجعة النظام السياسي في تونس يحتاج إلى وقت لتطبيق هذا النظام ولتقييمه تقييما موضوعيا نحتاج إلى استكمال المؤسسات التي تحدث عن الدستور وفي نفس الوقت الحوار يبقى مفتوح في كل القضايا نحن لا نخشى الحوار في أي قضية في تونس المهم يتم ذلك في إطار حوار هذا يحترم الرأي والرأي المخالف والبحث على مصلحة تونس في إطار ثوابتها التي حددها الدستور ومعنتها اتفق حولها التونسيون بتوافق واسع طيب هذا الخطاب اليوم أستاذ عبد الكريم الهاروني ألا يخسركم قاعدة شعبية نحن قبل كل شيء نفكر في مصلحة تونس ولو على حساب مصلحنا الحزبية يمكن أن ندفع ثمن من شعبيتنا أو من قاعدتنا الشعبية ولكن هذه القاعدة تعود إلى النهضة عندما تدرك أن منهج النهضة وحكمة النهضة في التعامل لموضع تونس تنقذ تونس وتحقق تقدمها وتحقق استقرارها فهناك من يبتعد على النهضة ولكن إلى حين وسيعود إليها بأكثر اقتناع وأكثر تقدير لمنهج النهضة الذي ساهم في إنجاح الانتقال الديموقراطي والاقتراب من تحقيق أهداف الثورة فالعبرة في السياسة بالنتائج وبدأ تظهر نتائج النجاح التونسي وللنهضة دور في هذا النجاح هذا بدأ يجعل داخل النخبة وداخل الأوساط واسعة من البلاد اقتناع بصحة منهج النهضة ودورها الوطني ومسؤوليتها طب إذا كانت هذه الخيارات وعندما فتحنا قائمتنا للمستقلين كان هناك إقبال كبير من المستقلين على الترشح في قائمة النهضة وهذه رسالة إيجابية يعني أنتم ليس لديكم قلق من الانتخابات المقبلة من أي انتخابات مقبلة سنتحدث طبعا عن الانتخابات البلدية وإضاء الرئاسية والتشرعية بعد سنتين أي حزب سياسي يجب أن نعم أي حزب سياسي يجب أن يكون جاهز للانتخابات في أي وقت والانتخابات هي فرصة لظهور أحزاب ولغياب أحزاب أخرى ولفرز الساحة السياسية وهي قاعدة الديمقراطية فنحن مع إجراء الانتخابات البلدية والمحلية في وقتها في 17 ديسمبر حتى نبعث رسالة إيجابية للتونسيين تعطيهم أمل في الانتقال الديمقراطي واستقمال المؤسسات والدخول في الحكم المركزي والتخفيف من مركزية الحكم وبعث رسالة إلى العالم أن تونس تنجح في الديمقراطية وتستحق الدعم والاستثمار في الديمقراطية ودعمها اقتصاديا حتى يكون نموذج ناجح ونثبت نحن العرب أنه بإمكان قيام ديمقراطية في العالم العربي وليس قدر العرب حكم الاستبداد والفساد والولاء للأجنبي نتحدث أيضا عن مستقبل حكومة يوسف الشاهد حتى موعد الانتخابات القادمة حيث ستقود هذه الحكومة هذه المرحلة وأيضا قضايا تتعلق بالإقليم لكن اسمح لي أستاذ عبد الكريم هاروني رئيس شورى حركة النهضة التونسية ومشاهدين أتوقف مع فاصل قصير بعده نعود للحوار مباشرة رحيم جديد مشاهدين في حوار الساعة ضيفنا لهذه الحلقة رئيس شورى حركة النهضة التونسية السادة عبد الكريم الهاروني أعود وأحييك سيد الهاروني من جديد وأيضا في نقاط تتعلق بالتواقف مع شريك الحكم ما أثار جدل في العالم العربي والإسلامي معلق عليه الأزهر وهو موقف رئيس الجمهورية في خطابه في عيد المرأة في 13 أغسطس الماضي أب أغسطس الماضي دعا إلى إحداث لجنة ليعط النظر في مسألة المساواة في الأرض إلغاء المنشور 73 متعلق بزواج التونسية من غير المسلم هذا الخطاب لم يلقى أي اعتراض من حركة النهضة الإسلامية بينما كان هناك اعتراض كبير في العالمين العربي والإسلامي وحتى داخل تونس على هذا الموضوع طيب هل تبني هل التوافق لحماية الوطن تعني أن تتبنى حتى آراء الخصم في السياسة التي لها علاقة بهويتك الإسلامية ألا يعتبر هذا أيضا نوع من الصمت أو حتى الموافقة المريبة لحركة النهضة على مثل هكذا تصريحات أو مواقف أولا موضوع الميراث لم يكن واردا لا في البرنامج الانتخابي لسيد رئيس الجمهورية ولا لحزب هندى تونس وبالتالي طرح الموضوع كان مفاجئا كذلك كان في وقت أن تونس لها أولوية أخرى حددتها وثيقة قرطاج التي على أساسها تكونت الحكومة وهي الحرب على الإرهاب وعلى الفساد والإصلاح الاقتصادي والإداري وتوفير الشغل لشبابنا فطرح هذه الأفكار بمناسبة عيد المرأة في إطار أكد عليها رئيس الجمهورية أنه هي اجتهاد ولكن في إطار احترام تعاليم الإسلام نصا وروحا وشكل لجنة لذلك اللجنة تحفظنا على تركيبتها لأن طالبنا بأكثر تنوع وتوازن في هذه اللجنة وتشريك العلماء والمختصين حتى يكون حوار منفتح على المجتمع هناك ردود أفعال في تونس وخارج تونس حول هذا الموضوع النهضة ترى أن نركز على أولويات البلاد وما ينتظره الشعب التونسي مننا وتحسين أوضاع المرأة الريفية المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عند تكافأ الفرص الالتزام بالدستور الذي يسوي بين الرجل والمرأة الميراث من ناحية الدين والقرآن والإسلام هذا نظام لتوزيع المال وداخل الأسرة ومنظومة كاملة عادلة ومتوازنة وفيها نص ثابت ومفصل فيه عادل بين الرجل والمرأة لأن المرأة في كثير من الأحيان تارث أكثر من الرجل وفي أحيان أخرى أقل منها وفي أحيان يتساوى الرجل والمرأة فالقضية ليست مشكل بين الذكر والأنثى وإنما هو منظومة لبناء الأسرة بصفة عادلة متوازنة حسب القرابة وحسب الحقوق والوجبات فلذلك المشكل ليس مع الإسلام وليس مع القرآن وإنما من يريد أن يخوض في هذا الموضوع من حيث تطوير المنظومة الفقهية التونسية نحن مع الاجتهاد ولكن في إطار ثوابة الإسلام وفي إطار ثوابة الدستور التونسي الذي يؤكد على الالتزام بتعليم الإسلام فتونس دولة مدنية ودينها الإسلام والجميع أمضى على دستور يحترم تعليم الإسلام ونصوصه ثابتة طيب هذه نقطة ذكرت الانتخابات البلدية أيضا سيد عبد الكريم الهاروني في 17 ديسمبر هذه الانتخابات واضح أن حركة النهضة تكرر وتؤكد على عدم تأجيل هذه الانتخابات مطلقا لكن بالمقابل الهيئة المستقلة للانتخابات لم تجهز بعد الآليات والقوانين النظمة أيضا فيها نقص وشغور وهناك من يطالب بناء على ذلك أن يتم التمهل حتى يتم سد هذه الشغور وهذه الهنات ربما في الآلية وفي القوانين النظمة حتى تكون الانتخابات البلدية انتخابات سليمة النهضة تتجاوز ذلك وتقول يجب أن تكون الانتخابات البلدية في موعدها ماذا تأملون من هذه الانتخابات سيد عبد الكريم الهاروني أولا الانتخابات البلدية والمحلية هي مصلحة وطنية ملحة لأنها تأخرت كثيرا من المفروض أن ننظم هذه الانتخابات منذ 2012 ولكن أوضاع البلاد واستكمال المصار الديمقراطي لم يسمح بذلك النهضة هي الحزب الوحيد الذي طالب أن تتم هذه الانتخابات منذ 2016 ولكن شركاءنا في الحكومة أنذاك طالبوا بمارس 2017 صحيح فأجلنا مرة أولى ورغم ذلك ورغم أداد القانون الانتخابي وتحديد موقف 17 ديسمبر 2017 بالتوافق بين مكونات الساحة السياسية والمدنية ولكن للأسف هناك بعض الأحزاب تدعو إلى تأجيل هذه الانتخابات رغم معاناة المواطن ومعاناة المدن والأرياف التونسية التي لا تنتظر فنحن نقدم مصلحة البلاد على مصلحة الأحزاب المواطن والمدن لا تنتظر أكثر لذلك نحن متمسكون بإجراء الانتخابات في معيدها السيد الرئيس الجمهورية الذي يدعو الناخبين هو مستعد للدعوة إلى الانتخابات في معيدها في 17 ديسمبر ولكن حمل البرلمان المسئولية لإعداد الشروط القانونية الهيئة المستقلة التي تشرف على الانتخابات مستعدة لإجراء الانتخابات في هذا الموعد ماذا بقي إذن؟ البرلمان عليه أن يتحمل مسؤوليته التاريخية نحن مع شركائنا في طار التوافق سعينا إلى تنظيم دورة استثنائية للبرلمان انعقدت ابتداء من اليوم إلى يوم غد وحرصنا على أن نوفر سد شغور في الهيئة المستقلة رغم أنه ليس عائقا أمام تنظيم الانتخابات ونسعى إلى توفير مجلة المحلية رغم أنها ليست شرطا لتنظيم الانتخابات نحن نرى أن الأسباب التي يقدمها البعض لتأجيل الانتخابات لا ترتقي إلى مستوى الضرر الذي يحصل للمواطن ولتونس وللأمل التونسيين في الانتخابات ولمسار الديمقراطي وللصورة والرسالة التي نريد أن أبعثها إلى العالم لأن تأجيل الانتخابات يبعث رسالة سلبية للعالم ويشكك في تواصل الانتقال الديمقراطي أو الدخول إلى الحكم المحلي وهي مرحلة جديدة في النظام السياسي التونسي فنحن نريد أن نبعث رسالة إيجابية للتونسيين وللعالم حتى يقع دعم هذه التجربة اقتصاديا والدعم السياسي فلذلك النهضة متمسكة بالأمر لا لإعتبارات حزبية وإنما لمصلحة وطنية والنهضة كغيرها من الأحزاب ستكون موجودة في هذه البلديات ونحن وضعنا قانون لا يسمح بهيمنت أي حزب ويسمح لمختلف الأحزاب أن تكون مشاركة في العمل البلدي النهضة بالنسبة لها مصلحة المواطن ومصلحة تونس قبل أي اعتبارات أخرى ولا ترى مبرات مقنعة لتأجيل هذه الانتخابات تتوقعون تحقيق نتائج كبيرة نتائج جيدة في هذه الانتخابات النهضة هي قوة أساسية اليوم في البلاد وستشارك في كل دوائر البلدية أينما يوجد التونسيون النهضة في خدمتهم النهضة لها كفاءات ولها تجربة الآن في الحكم فتحنا قائماتنا بالتناصف بنسبة 50% للمستقلين وهناك إقبال كبير ونوعي لعديد الكفاءات المستقلة لخدمة البلديات عن طريق قيمة النهضة فنحن من واجبنا كحزب أن نكون مساعدين للانتخابات في أي وقت لخدمة المواطنين وتقديم برامج لذلك وندعو الأحزاب الأخرى أن تستعد للانتخابات ومن كان له برنامج أفضل من النهضة من كان يريد أن ينافس النهضة ينافسها في صندوق الاقتراع وليس في بعض مواقع الأعلام لأن صندوق الاقتراع هو المحدد لميزان القوى الحقيقي وفي كل الحالات هذه الانتخابات ستجعلنا نتشارك مع أحزاب أخرى في إطار التوافق في خدمة البلديات واختيار رؤساء البلديات النهضة ليس لها لا نية للهيمنة والقانون لا يسمح لأي حزب أن يهيمن النهضة تريد أن ينجح الانتقال الديمقراطي وأن تشارك الأحزاب لأنه ليس هناك ديمقراطية حقيقية بدون أحزاب حقيقية والأحزاب الحقيقية تعرف وزنها ومصدقية خطابها وبرامجها عبر الانتخابات فلتبقى الانتخابات هي المقياس الأول والأخير جيد لبناء الديمقراطية التونسية سيد عبد الكريم الهاروني أريد أن أستوضح أيضا موقفكم أو رأيك الشخصي حتى بالدور الذي يلعبه الآن رئيس التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قيد السبسي ابن رئيس الجمهورية ما هو الدور الذي يلعبه هذا الرجل سيد حافظ قيد السبسي وما هو الدور الذي يحاول أن يلعبه أيضا في تونس مستقبلا وما حقيقة موقف النهضة من أدواره المستقبلية أولا نحن لنا توافق وشراكة مع حزب وليس مع أشخاص حزب نداء تونس عاش أزمة وعاش انقسامات وأثر ذلك على أداء الحكومة وعلى استقرار الوضع السياسي في البلاد نحن لا نتدخل في شؤون الداخلية للأحزاب الأخرى سواء نداء تونس أو غيرها نحن نتعامل مع نداء تونس كحزب تقوده مؤسسات له حضور في الحكومة وله حضور في البرلمان ونواصل التوافق معه فمدام هذا الحزب يؤمن بالتوافق ويريد أن يكون شريكا للنهضة في الحكم وفي خدمة البلاد نحن نتعاون مع النداء وغير النداء وتاريخنا القريب يقول أن أول حكومة في 2011 كانت بثلاثة أحزاب وأساسها النهضة وبعدها حكومة في 2014 بعد الانتخابات بأربع أحزاب وفيها النهضة ثم في 2016 بستة أحزاب وفيها النهضة واليوم بعد التحوير الأخير نحن سبع أحزاب وبحضور النهضة فالنهضة هي قاسم المشترك للتوافق والحكم الأتلافي في تونس وهو تجربة رائدة وفريدة في العالم العربي فالنهضة حريصة على تواصل التوافق مع حزب النداء بقطع النظر على القيادة يختارها الندائيون وهم أحرار في اختياراتهم ونحن لهم اختيارات كل حزب وفي قيادته ألا تدعم حركة النهضة أو طلب منها أن تدعم حافظ قيد السبسي بالرئيس الجمهورية أو حتى يعني الرئيس الجمهورية يحتاج إلى دعم النهضة لنجله ليلعب دور أكبر من الدور الذي يقوم به حاليا طبعا نحن كما قلت نتعامل بشراكة بين حزبين بين النهضة والنداء هناك تنسيق بين قيادة الحزبين هذا إطار التعامل طبعا مستقبل الأوضاع في البلاد ستجعل النهضة تدرس تطورات الوضع وتقدر المطلوب من النهضة في الدفاع على الديمقراطية التونسية وعلى التوافق التونسي وحتى مواضيع ما بعد الانتخابات البلدية لم نطرحها في النهضة بعد هناك من يريد إدخال البلاد في حملة رئاسية سابقة لأوانها والتشويش على عمل الحكومة ورئيس الحكومة فنحن قلنا بوضوح في النهضة نركز على عمل الحكومة ونعمل على نجاح الحكومة في إطار الحرب على الإرهاب والفساد ورفع التحدي الاقتصادي وتوفير الشغل للشباب عندما يأتي وقت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والحملات الانتخابية من أجل ذلك سندرس الوضع في ذلك الوقت ونقدر كيف نشارك في الانتخابات التشريعية ورئاسية بما يخدم مصلحة تونس ويخدم التوافق ويحترم القرار المستقل للنهضة تتخيل أن تدخل تونس تدخل إلى تونس تقافة التوريث السياسي أو توريث الحكم أم الموضوع في تونس تجاوز مثل هذه مثل هذه الثقافة العربية عندما يسأل رئيس الجمهورية في هذا الموضوع هو بنفسه يرفض التوريث وفي تونس التوريث مرفوض ونحن لا نبني حياة سياسية على القرابات العائلية نحن نبني حياة سياسية ديمقراطية على أساس أحزاب حقيقية تتنافس بصفة ديمقراطية نحن سنقطع مع حكم التمديد والتوريث والويلات التي خلفها في تونس وفي المشرق العربي نحن دولة متحضرة دولة قانون ومؤسسات دولة ديمقراطية تقوم فيها أحزاب وشخصيات على أساس الشرعية الانتخابية الشرعية الانتخابية هي الشرعية المقبولة في تونس تدعمها الشرعية التوافقية وليس هناك شرعية أخرى نعم طيب أيضا حقيقة أو الأسباب التي تقف خلف أستاذ عبد الكريم هاروني خلف الخلاف الحاصل حاليا بين رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي وبين رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي ما هي سبب الخلاف أو حتى القطيعة كما يعني تابعنا في الصحافة التونسية بين الرجلين أو الحليفين السابقين نحن شركاء في النظال ضد الاستبداد والفساد قبل ثورة وكذلك شركاء في الحكم بعد أول انتخابات حرة هذه تجربة تحتاج إلى تقييم نفتخر أن بدأنا تجربة في الحكم الاتلافي وقطعنا مع حكم الحزب الواحد النهضة لها أصدقاء النهضة تواصل علاقاتها مع كل المناظرين الشرفاء الذين يريدون أن يخدموا الديمقراطية في تونس فنحن ليس لدينا عدوات مع أحد بما في ذلك المعارضين لنا والمعارضين للحكومة الحالية هناك اختلافات في تقدير مصلحة البلاد في منهج معالجة مشاكل البلاد هناك اختلافات بيننا ولكن ليس هناك عدوات أو صراعات ونحن نرى أنه في تونس المصلحة في أن نوسع الوفاق والنهضة ترى أن الحكومة الحالية حكومة تمضي عليها تسع أحزاب وثلاثة منظمات فنحن مع توسيع الحكومة مع تشريك مزيد من الأحزاب والكفاءات واحترام كل الأراء كذلك مع أن تكون المعارضة مسؤولة ديمقراطية تقدم مصلحة البلاد على مصاحح حزبية ضيقة ما هو مأخذ رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي على حركة النهضة حتى ما أدى إلى مثل هذه القطيعة نحن لا نتحدث عن قطيعة وهذا السؤال يوجه للسيد المنصف المرزوقي وكما قلت نحن نلتقي في قضايا ونختلف في قضايا والاختلاف لا يفسد الود قضية النهضة ليس لها أعداء من الأحزاب أو الشخصيات عدو النهضة هو الإرهاب هو الفساد هو الفقر هو البطالة هو كل إقصاء وكل فكر يسعى إلى الاستئصال وإلغاء الآخر هذا الخطر الذي قسم شعوبنا ووصل بالعالم العربي إلى هذه الأوضاع التي لم يراها من قبل فعدونا الأساسي هو الإقصاء والفكر الاستئصالي الذي يلغي الآخر مدام هناك قبول بين الأطراف وقبول الحوار فالاختلافات مهما بلغت لا تؤثر على وحدة الشعب التونسي إذا كانت المآخذ يسأل عنها المنصف وأنت معك حق في هذا لكن أليس لديكم تصور سيد عبد الكريم الهاروني لمثل هذه الخصومة يعني مثلا كل وسائل إعلام تحدثت التونسية تحدثت عن أن المنصف المرزوقي تجاهل رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي خلال حضورهم افتتاح أشغال المؤتمر الثالث لحزب التكتل لم يصافح المرزوقي الشيخ الغنوشي لم يوجه له التحية وجلس بعيدا عنه هذا موجود أنت تعرف أكثر مني تتابع أكثر مني هذا الموضوع في الصحافة هذه قطيعة تسمى في القطيعة شخصية أنا كنت حاضر قبل انطلاق أشغال مؤتمر التكتل والدكتور منصف المرزوقي وصل قبل الشيخ راشد الغنوشي فليست الصورة العكس أن الشيخ موجود والدكتور دخل ولم يصافح فهذا تصحيح أول ثانيا إذا كانت هناك جفوة بين الرجلين فنرى أن الحوار يبقى هو الإطار الأفضل بعيدا عن أي عدوات تونس تحتاج لكل أبنائها نحترم كل الأراء ولا نريد أن تكون العلاقة داخل النخبة التونسية إما توافقني وإلا ندخل معاك في صدام النهضة ليس من سياستها التصادم مع أحد رغم وجود الاختلافات فنحن أيدينا ممدودة للجميع لمن يريد الخير لتونس في إطار التوافق بعيدا عن فرض الرأي وبعيدا عن الاتهام أو سوء الظن بالطرف الآخر نعم طيب أيضا على الصعيد العربي السيد عبد الكريم الهاروني أسقطتم في حركة النهضة مشروع لائحة مقدمة من أربع كتل برلمانية لعطل علاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية وأيضا حتى هذه اللحظة تقاومون ضغوط برلمانية يقوم بها اتحاد العام تونسي للشغل لإعادة هذه العلاقة هل هذا موقف ثابت لا يحتمل المراجعة وأنتم مصممون عليه ليس هناك مشكل بين الدولة التونسية والدولة السورية فالشعب السوري شقيق والشعب السوري قام بثورة سلمية مثل ما قام بذلك الشعب التونسي ولكنها قومعت بوحشية في سوريا هناك موقف الآن في الجامعة العربية من النظام القائم أو بقايا النظام القائم في سوريا نحن موقفنا هو أن يقع البحث على حل سياسي في سوريا يرتضيه الشعب السوري ويحترم إرادة الشعب السوري بعيدا عن تدخلات الأجنبية التي تضر بالدولة وتضر بالمجتمع سوري وتضر بالمنطقة لأن الردة ضد الربيع العربي ضد طموح شعوبنا للحرية والكرامة والعدالة انطلقت من التصدي لتطلعات الشعب السوري إلى الحرية فنحن نثق في الشعوب العربية وفي اختيارها ونحترم اختيارها فالحل يكون سوريا وسياسيا بعيدا عن تدخل أجنبي وعندما يسوى الوضع في سوريا تصبح العلاقات الطبيعية داخل العالم العربي بينما الآن هناك دمار شامل في سوريا ونحن ملتزمون بالسياسة الدولة التونسية وملتزمون بالموقف العربي العام ونتمنى لشعب السوري الشقيق ولكل شعوبنا العربية أن يمتعيش حرها وأن تختار من يمثلها بحرية الموقف العربي العام ليس موحدا تجاه هذه المسألة يعني مصر فتحت علاقات ولكن هناك موقف الجامعة العربية هناك موقف الجامعة العربية بقطع العلاقات مع النظام الحالي في سوريا نحن كدولة ملتزمون بالموقف العربي وفي نفس الوقت نحن كحركة مع حق شعوبنا العربية في أن تعيش بحرية وبكرامة وتختار حكامها بعيدا عن الاستبداد بعيدا عن الفساد بعيدا عن تدخل أجنبي بعيدا عن تقسيم الطائفي فنحن نتمنى لسوريا ولشعبها الحرية والكرامة والاستقرار بحل سياسي سوري بين السوريين ونحن نثق في إخواننا السوريين أن يتواصل لحل سياسي لأن إرهاب الدولة أو الإرهاب ضد الدولة أو التدخل الأجنبي أو التقسيم الطائفي كل هذا زاد سوريا ألما وزادها سقوطا في سوريا فنحن لن نتمنى لإخواننا في سوريا يعني هنا ربما يقعد الانتقاد على حركة النهضة بأنها تخص السوريا يعني هناك أزمات أيضا وحروب في العالم العربي يعني حرب اليمن ما هو موقف حركة النهضة منها حرب السعودية في اليمن طيب ما دمرت اليمن حجر على حجر نفس الموقف نفس الموقف مما يحدث في ليبيا نحن ندو إخوانا الليبيين لحل سياسي بالتوافق لا يقسم ليبيا لا يسمح بالتدخل الأجنبي في ليبيا ويبني دولة ديمقراطية تعبر على إرادة الليبيين كذلك في اليمن بعيدا عن الحرب الأهلية وعلى التدخل الأجنبي وعلى التقاتل بين اليمنين كذلك في مصر باحترام إرادة الشعب المصري لأن الإنقلاب لا مستقبل له في مصر ولا مستقبل له في العالم العربي فنحن نريد في كل بلد عربي أن يعيش المواطن حرا كريما وأن تحترم إرادة الشعوب في اختيار حكامها غير ذلك من المراهن على الإنقلابات وعلى الحروب الأهلية وعلى الانقسامات الطائفية وعلى التدخل الأجنبي لن يزيد العرب إلا انقساما وضعفا ولن يخدم إلا عدوهم الكيان الصهيوني طب ألا تتماهى أستاذ عبدالك كريم العالم العربي موقف حركة النهضة في هذا المشهد العربي ألا يتماهى ويتبنى موقف أو هو موقف ذا بعد إخواني عالمي أي حركة الإخوان المسلمين العالمية في حين أن النهضة تقول بأنها ليست جزءا من التنظيم العالمي يعني كل ما ذكرته من مواقف في الساحات هو يتطابق مع موقف موقف حركة النهضة في الخارج هو موقف ذا جوهر إخواني وليس حركة النهضة التونسية الحركة السياسية داخل تونس أولا النهضة هي حركة مستقلة في تنظيمها وفي قرارها وفي تمويلها وفي مواقفها نحن لا نتبع أي تنظيم في العالم نحن تجربة تونسية أصيلة في هذه البلاد تدافع على مصالح الشعب التونسي وتحترم سيادة البلاد وقرارها ثانيا الدفاع عن الشعوب وعن الحرية وعن الديمقراطية ورفض الاستبداد والفساد والإرهاب في العالم العربي ليس موقف هذا التنظيم أو غيره وإنما هو موقف كل الأحرار الذين يريدون خروج العالم العربي مما سقط فيه من الاستبداد والفساد لأنه لا تحرير لفلسطين إلا بتحرير الشعوب العربية من الاستبداد والفساد فهذا يدافع عنه أحزاب مختلفة من انتماءات إديولوجية مختلفة وليس حكرا على رأي هذا أو رأي هذا فالنهضة مع حرية المواطن العربي ومع حرية الشعوب العربية ومع ديمقراطية الأنظمة العربية واستقلال قرارها الوطني كفان حروبا كفان اقتتالا كفان فتنا هذه الطريق غير موصلة ونحن في تونس أعطينا مثالا والنموذج التونسي هو أكبر دليل على أنه ممكن تعايش الفرقاء والمختلفين في شعب واحد في نخبة واحدة بالديمقراطية بالوفاق ونحن طبعا نأمل نأمل أن يبقى التوافق دائما بين المكونات السياسية والشعبية التونسية على طول إن شاء الله سيد عبد الكريم الهاروني رئيس شورى حركة النهضة التونسية من تونس أشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور معنا في حوار الساعة الليلة شكرا جزيلا لك مشاهدنا حوار الساعة انتهى شكرا المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة